بصي الوغنية دي بتاهبني والنبع فيني والله الوغنية دي بتأثر فيها جداً سامحني لان انا يعني انا اتوجعت من الناس كتير جداً والله فايه بتأثر فيها فعلاً اتوجعت من الناس كتير اه والله ومال انا غنيت من كتر الناس اللي جميتوا ايش اه دي انت حافظها دي اه ما سلامة ودي ما تزعلش ان حد تاني بصوتك او كده لا لا نهارة الديني طب حتة طيب ده دي لو جندينا بموت فيها وانا رايي ان انت كت من الزكاء انك اخترت الكبليل حلو اللي فيها كمان والله بالعكس ده كلهم حلوين لا انا وانت كت حلو برا والله ده كلهم ودياب حلو وحجاج حلو طبعا وشيبع حلو ودياب وحجاج وشيبع سببع اظن دي سهلة دي طب اسلم عليهم طيب طب سلم وشاركوني الوغنية بعظم اصواتهم الجميلة شرف ليه والله اه نقول اه 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 ا اشتركوا في القناة والطيبة تاهد في الزحمة حلوة ومرّة كنا زوا قولنا ليه بنشوفكو في الحلوة الله دي من أنجح يعني دي من أمور أكتر أغاني أنا بحبها أولا فيها معاني وفيها آم كبير كده يعني الناس كلها بتغني مع بعض ومحدش يعني الناس عيدة كده الألفة الفنية الجميلة النجاح منتحس أن أنا دخلت الركن الشعبي بالأصوات العظيمة اللي فيه وعملت مشاركة إضافة ليا وبتبقى إضافة لهم كمان أن هم يخشوا يشتبكوا مع الشكل اللي أنا بغنيه موضوع الأغنية ده فعلا يعني لمسني يمكن اتكلمت على الموضوع ده في أغنية غريبة الناس النوع ده من الأغاني دايما يقولك الإنسان يعني القريبين منك بيبانوا في وقت الشدة صح؟ ده بيتقال لأ أنا عايز وقت الضيق أنا عايز أقول حاجة كمان وقت الفرح كمان بتقدر تقفشه من عينيه هو فرحان لك بجد ولا لأ لأنه فيه ناس ما تقدرش تداري حقتها أو غيرتها بيبان عليهم فالموضوع ده يعني مش أنا الواحد الناس كتير قوي بتمر بيه الزمن ده صعب الحقيقة ده زعمر فعلا صعب فيه ناس جنبك جنبك وقفين جنبك كده وبيقولولك كل الكلام الحل وهما جواهم يعني انت عندك الكلام ده؟ يعني انت عندك أصدقاء اكتشفت ان هما بميت وشوا يعني يعني ليه؟ احنا ينفعني بأصحاب من غير من غير من غير مصالح ولو في على فكرة مصلحة انا يعني هقدمها لك من غير ما تقول واكيد يا ما عملت معك حاجات كتيرة بس انك تحكم علي بالحتة انا بقيت صديقك بالحتة يعني انا عملت معك حاجة بقى تمام لو ما عملتش معك دلوقتي هبقى انا مش كويس فلا مفردات الصداقة مختلفة زمان عشان كده في الفيلم ده فيلم مش انا في دور الصديق دور الأستاذ مجد الكدواني دور مهم جدا بتتلاقيه في الأفلام اللي أبدا وسهل النوع ده من الصداقة يعني فكان نفسنا نقول عايزين الروح دي ترجع تاني بين الصحاب